اشتركوا في القناة 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 فيه علامة الاستفهام حول مصير الى اي مدى سيكون المجتمع السوري متحد لا لانه فيه شكوى بالداخل اللبناني انه اللبنانيين يلي هنه يستقبلون اللاجئين كمان وضعهم مثله هلا حسن الله عم يعمل مبادرة سمعت فيها اكيد ما هيك عم يعمل مبادرة حوار مع المعارضة السورية هيك يرينا بالجرائد على اساس انه قصم من اللاجئين السوريين بمنطقة القلمون يزبطولوا من المنطقة ويكون فيه تعهدات امنية ماذا بتعدى عليه وانه يرجعوا بس سمعت عم بيقولوا انه هيدا بيرجع اول مرحلة خمس تلاف عيلة هي ادياش العيلة بتكون سبع اشخاص حسب الولدات سبع اشخاص بدي اعتبر العيلة السورية يعني خمس تلاف سبعة خمسة وثلاثين الف نسمة عنا مليون ومئتين الف المعروفين فا يعني بدي حلول اكبر من هيك بس فلتكن بداية انا مبسوط من الخبرية مش بسبب عودة اللاجئين السوريين نعم انه فيه حوار بين المعارضة السورية وحزب الله منيح فليكن يعني كثيرا يعني بالاستانة المعارضين والنظام جلسوا لطاولة وحدة وهذا كان تمهيد وقال لي محدثات جنابي مانه فتنا بالموضوع السوري في هذا الاطار لكن عم بتشوف الحل بطريقة مختلفة حل السياسي انا بقول لك انه موضوع اللاجئين فيه معوقات قريب العودة السورية اللاجئين السوريين الكاملين لسوريا اولا المخاوف الامنية نعم وفيه نوع من التطهيط الطائف اللي صار يعني تانيا ناحية الاقتصادية لانه هلا سوريا مع الاسف نحن مرتبطين بسوريا عاطفيا وماديا وكلشي ايوة بعد ما عرفوا النصيب اللي وقعوا فيها نحن منعرف نحن ميرقى علينا لحد هلا بعدنا اليوم ما وقفنا اجرينا وما عارفين وين مصيرنا سنوات بده الموضوع سوريا الدمار الاكبر بكتير من الدمار اللي صار بلبنان بالحجم وبالنوعية في مدن اتدمرت في قطاعات راحة في ناحية الاقتصادية كمان المواطن اللي بده يرجع شو بده يعمل بده يشتغل في ناحية الامن والاقتصاد يعني هاي دي ما بتشجع بعدين البيوت مدمرة وين بده يرجعوا فانا متشائم من امكانية عودة وبقوله انه في نسبة كبيرة تبقى هون تستقر على كل حال بهالموضوع موضوع الاوروبي موضوع الامريكي موضوع الارهاب موضوع المضطرفين موضوع اللاجئين وما اخذوا رئيس ترامب في هذا الاتار مؤخرا الكبير له افق يعني ما بتستقر يعني سوريا ترجع مثل مكاني حكم مركزي وامن مضبوط بس في امكانية لحلول انا رأي هلا قصم كبير من الحرب السورية خلص بيوقف اطلاق النار اي يعني لحد هلا ايدا مني تانيا انه في حلول لا الى بس الحكما عم بيصير فيه وهذا شيء مؤسف كتير تقاسم دولي واقليمي لسوريا نعم مثل ما لحق من الشركات تتقاسم عملية منطقة روسية ومنطقة امريكية ومنطقة تركية ومنطقة هيك يعني نعم زميلي رغدا درغام بصحيفة الحياة كتبت تحت عنوان اكيد استراتيجية امريكية جديدة للشرق الاوسط تقول تقاطع المصالح والاحديث الاقليمية والدولية وهذا ما اشارت لأولو متير في هذه المرحلة المصرية لمنطقة الشرق الاوسط المنطقة العربية تعبت من الحروب ويعني مآسة بالعراق وسوريا واليمن وليبيا وبعضها يتطلع الى دونالد ترامب لعادة التوازن بدلا من ذلك الاختلال في الموازين الاقليمية العربية الايرانية والتركية وتتحدث ان يكون تكون اسرائيل هي الرابح الاكبر بهذا الاطار بصفة اسرائيل الرابح الاكبر انا ما عندي شك انه امريكا باختيار سياسية كلها عندها المصلحة الاسرائيلية اساسية يعني اليوم حرب العراق كنت مرة بجدل برات لبنان بقطر كنا عم نحكي بصهرة ديوانية عم بيقول واحد انه الامريكان فشلوا بالعراق فشل زرية قلت له لا انه الهدف الاساسي حققه قال شو قلت له ضرب الجيش العراقي لانه كان رح يشكل خطر حقيقة اسرائيل بيطلع مسؤول عراقي سابق من عهد صدام حسين موجود بقلي معك حق 100% هلا بعدين الايرانية لعبوا على الامريكان وطلعوهم بس الهدف الاساسي اسرائيل وهلا اسرائيل اكيد هي الحليب هي بس في شي راغدة خبيرة نحن منها قد بس عم تنسب لترامب كتير خطط ترامب طرح شعارات بعد ما وشعارات بتعبر عن رأي الشارع الشعارات الانتخابية عم بتطبقها بعد كل قال انه هذي شعارات انتخابية لا اليوم بيان عم بننفذ بس وصل لموضوع الشرع الاوسط يحط مخطط فيه يعني شو بدي يعمل في سوريا شو بدي العلاقة تتحدث زميل درغام حول موضوع الموضوع الايراني الامريكي وموضوع العلاقة الروسية الامريكية وبالتالي في ضوء موضوع اتفاق نووي تخوف انتصل الى مواجهة امريكية ايرانية لك انا حون بنرجع لموضوع اسرائيل انا مش من اللي بيقولوا انه اسرائيل حاكم امريكا ومصالح اسرائيل بتدير امريكا لا بس امريكا كدولة كبرى مستفيدة من وجود اسرائيل بهاي المنطقة كأويلة الى بنفس الوقت بتخدمها وفي نفوذ صيوني كمان بس مش الموضوع بس انه هيك اسرائيل حاكم بس اسرائيل امريكا عم تاخدها بعين الاعتبار تاخدها مصالحة ايران ليش رجع جدد للملف ترامب بعد ما كان اوباما مسكر لانه اسرائيل مش مرتاحة من تطور الاول الايرانية رحنا تنياه وكانت رافضة اي ما رح تنحل بين امريكا وايران الا ما ايران تقعد عقلي بموضوع اسرائيل وهذا شي بيشمل السلاح استراتيجي لحزب الله باللبنان كمان يعني مش عم بيحكي عوجود حزب الله حزب الله هو الطايف قسم كبير من الطايف الشيعية بده يكون موجود هون يعني بده يكون مسلح عالطريقة اللبنانية بس هايدي الصواريخ اللي بتهدد امن اسرائيل امن اسرائيل هايدي شي منه مقبول عند الامريكان يعني كانوا بده يوصلو له تقرب الروس الامريكي او التنسيق مايناتهم قد يغير مسارات ما بيغير ضد مستحد اسرائيل لانه اتنان بتفهمين انه امن اسرائيل اساسي بهالكلام انا بدي اخطم معك دكتور غسان عياش الخبيل الاقتصادي شكرا لوجودك معنا بكلام بيروت الشكر ايضا للمشاهدين على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة